على هامش قمة الاتحاد الافريقي بنيامي فقد التقى سيد الفاكندي رئيس غينيا كونكري باعتباره رئيس مجلس الادارة للمبادرة الافريقية للطاقة المتجددة ونائبه فخامة رئيس الجمهورية ادريس بيتنو باعتباره النقطة المحورية للمبادرة الافريقية بافريقيا المركزية وعدد من نظرائهم الافريقاء من اجل تفعيل خطط الطاقة المتجددة بالقرة الافريقية رئيس مجلس الادارة للمبادرة الافريقية للطاقة المتجددة الفاكندي خلال هذا اللقاء الذي جمعه بمختلف ممثلي المبادرة بالاقالين الافريقية المركزية والغربية وغيرهم من الاقالين بالقرة الافريقية باعتباره من نقطة المحورية للبادرة هذا اللقاء يهدف الى تقريب وجهات النظر في المشاريع المائة واربعة التي قدمت من قبل الشركاء الفنيين والماليين للقرة الافريقية بغرض انارتها ومدها بالطاقة المتجددة التي لا تفوق الثلاثة بالمئة حتى اللحظة ورفقها الى اثنين وعشرين بالمئة مع حلول عشرين ثلاثين ولأهمية هذه البادرة لقرة السمرة فقد اتفق الجميع على تنفيذ هذه المشاريع التي وصفوها بالمستقبلية لقراتنا لانها تدعم دون ادنى شك تنميتنا ونمو اقتصادياتنا كما وستفاعل الشراكة والروابط بين مختلف الدول الافريقية وقد حدد سبتمبر القادم موعدا لعرض هذا المشروع بصوت افريقيا في الجنهية العمومية للامم المتحدة بلوارك